اشتركوا في القناة والتقرحية تعمل في مجمع نور ورزازات عندنا مجموعة من المشاريع التي انجزت مع نور ورزازات في إطار الصيانة الذكية بالاستعمال الدرونات والذكاء الصناعي وكذلك نعمل في المجال الصناعة وخصوصا مع المجمع الشريف للفصفات الوسيبي منذ استخراج الفصفات إلى مرحلة الصناع فنعمل دائما في مجال الصيانة والتطبيقات الأخرى للدرونات في هذه المجالات كذلك نعمل في المجال الفلاحي والآن بدنا بالعمل في المجال الفلاحي باقتراح درونات تقوم برش المواد الصحية الفلاحية وهذه الفكرة بدأت مع الكوفيد-19 حيث اقترحنا درون تقوم برش المعقيمات وأثبت نجاعتها وقمنا بالعمل مع مجموعة من البلدية المغربية والآن نقترحه كذلك في المجال الفلاحي لأنه يمكننا من كسب الوقت في القيام بعملية رش هذه المواد وكذلك استعمال مواد أقل مع نفس النجاعة لأنه تمشي مباشرة نحو النباتات المستهدفة وكذلك تمكننا على المدى البعيد في الاقتصاد في ثمن العملية ككل شركة فراشا كانت في البداية تتقوم باستيراد درونات وما زلنا نستيراد درونات المعروفة على المجال العالم تتصلح في صوار وصنة تقنية وكذلك في المجال التي تستعمل كاميرات حرارية والآن مع هذا الدرونات الخاص بالرش بدنا بعملية الصناعة لأننا عنا خبرة منذ سنوات في المجال الصناعي كنا نقوم بإضافة إضافات إلى الدرونات وصناعة الدرونات خاصة على حسب التطبيقات الخاصة لمحتاجها الصناعة والآن مع مجال الكوفيد 19 فكرنا أننا نصنع درونا بأنفسنا لأن الآن هو وقت المدئين ماروكو الصناعة في المغرب وتشجيعها فقلنا لابد أن نقوموا بتصناع في المغرب تنجيبوا أجزاء من الخارج والكبير من الصناعي تتم في المغرب لأن المجال الفلاحي مثلا هو مجال كبير وخص في المغرب وفي إفريقيا للصناعة المغربية ستقوم بالدورة ديالها في تجهيز هذه الأجهزة لديهم فائدة كبيرة على السنوات القادمة كلها إن شاء الله اشتركوا في القناة